إلى التفاصيل مجددا أهلا بكم استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام عليف رئيس أقليم كردستان شيرفان بارزاني في العاصمة باكو وعقد الجانبان اجتماعا أكد فيه على تعزيز العلاقات بين أذربيجان والعراق وأقليم كردستان في جميع المجالات والأسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة والطاقة إضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية للمستثمرين والشركات الأذربيجانية في العراق وأقليم كردستان وضف البيان أنه جرى في الاجتماع أيضا التأكيد على ضرورة افتتاح قنصرية لأذربيجان في إقليم كردستان والذي تم اتخاذ القرار بشأنه سابقا والعمل على توطيد العلاقات والتعاون المشترك بين الجانبين وتابع أنه جرى الحديث عن بدء رحلات جوية بين أربيل باكو والأخيرة مع بغداد وعدد من المدن العراقية الأخرى وتسهيل منح تأشيرات الدخول وتبادل الوفود وختم البيان أنه بعد ذلك وفي اجتماع آخر بحضور وفدي الجانبين ومشاركة القائم بأعمال شؤون السفارة العراقية في باكو جرى تباحث حول قنوات الاتصال ومتابعة المحاور التي تباحث حولها الرئيسان لتعزيز العلاقات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها محاور جربة